لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هذه النقطة اما اذا كان فكرة القضية المرحلة الانتقالية تشوف الرئيس الفرنسي يجب ان نؤكد على قاعدة هامة اذا عردت ان تعرف الى اين يتجه نظام الجزائري لا تفتش في تصريحات المسؤولين ولا تفتش في وسائل الاعلام غالبا ودائما وسائل الاعلام تحاول تشغل جماهير باشياء اخرى غير الشيء الحقيقي الذي يخطط هنا لكن روح ما هي التصريحات التي تأتي على ألسلة المسؤولين في فرنسا ابحث هناك لو ذهى رجعنا شوية الى الخلف نلقو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدث عن مرحلة انتقالية معقولة في 12 مارس 2019 لما بوتفليقة اعلنوا انه لن يترشح لعهدة خامسة تحدث عن مرحلة انتقالية معقولة قضية المرحلة الانتقالية يجددها في 20 نوفمبر 2020 بعد زيارة وزير الخارجية او عفوا وزير الداخلية داخلية الفرنسي لما زار الجزائر في 7 نوفمبر 2020 يعني بعد 13 يوم وزير الداخلية الفرنسي لما زار الجزائر زارها من قضية من اجل قضية قضية تعاملات اتفاقات امنية ايضا قضية الحراق الجزائري الموجودة في فرنسا ولكن على ما يبدو انه تم اطلاعه على ما حدث او انه قدمت له اتفاصيل ما يجري مع رئيس الجمهور لعلمكم انه اخر ظهور لرئيس الجمهورية كان في 15 عشرة 2020 كان مع وزير الخارجية الفرنسي وتصريحات ماكرو جاءت بعد اسبوع من زيارة وزير الداخل وزير الداخلية ارجع فرحان فرحان في اللول كانت الامور تبدو كأن هناك غموض وبعد ذلك ارجع فرحان معناها انها قدمت له معطيات اهم من ترحيل الحراقة واهم من كثير من الاتفاقيات الامنية لذلك انه رئيس الفرنسي لم يتحدث من فرق عن مرحلة انتقالية وشجاعة الرئيس بماذا تتمثل شجاعة الرئيس اما شجاعة الرئيس انه ادرك بان وضعه الصحي سيء وواجه الامر او انه سيتخذ قرار مثل الاستقالة مثل انه يرجع وهو بنفسه يعلن مرحلة انتقالية مثل هذه الاشياء ونحن ندرك بانه كلمة شجاعة وردت في يوم واحد مع ماكرو والرسالة اللي تحدثت عليها رئاس الجمهورية حول المستشرة الالمانية انجيلا ماري انها تحدثت عن شجاعة الرئيس وماكرو ايضا تحدث عن شجاعة الرئيس ليس صدفة هناك في المانيا عندها الرئيس شخصيا وعندها كل المعطيات عن وضعه الصحي وهنا في فرنسا النفوذ الفرنسي في النظام الجزائري اقوى مما يمكن تخيله تراجع الامر في عهد القاعد صالح الى حدوث ازمة كبيرة في العلاقات ولكن تلك الازمة زالت نهائيا وشفنا وزير الخارجية الفرنسي تردد على الجزائر ثلاث مرات اكثر من تردده على بروكسل حيث يقع على مقر الاتحاد الأوروبي وايضا بعد ذلك وزير الداخلية وكثير من الامور اذا الامور فيها مرحلة انتقالية انه تحدث سيساعد الرئيس هو يحاول طبعا التحدث بمنطق ان الرئيس هو الحاكم الفعلي وان القرارات التي ستأتي بارادة الرئيس طبعا راح يقول هذا الكلام في عهد بوتفليقة وكان يقول في هذا الكلام رغم ان بوتفليقة ما كانش يحكم وبوتفليقة عندهم هنا في فالتوغراس وفي نيزان فاليد كانوا يقولوا بان الرئيس اتخذ قرارات الرئيس بل ان فرنسوا هولاند زار لساعات رئاسة الجمهورية الجزائرية وحظروا للرئيس شافو في دقائق ارزع وهو ما يهمه هذه امور شكلية فقط على كل حال ليس هذا الموضوع بقدر ما نؤكد على ان تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ليست اعتباطية كما يتوهم البعض وليست فقط تسمية الامور بغير مسمية الامر الذي يثبت ان هذه التصريحات جاءت بناء على معطيات قدمت من السلطات الجزائرية وطبعا بتحديدا من السلطات الامنية في الجزائر قدمت لوزير الداخلية انه ولا احد مسؤول جزائري رد على الرئيس الفرنسي ولا حد ولا رئاسة الجمهورية الدير حتى بيان تنسبوا الرئيس الجمهورية ما وانوا سكتم انتم تقولوا من قبل تقولوا باننا بدأنا نرفض المرحلة الانتقالية ما فيش مرحلة الانتقالية كانوا بعض الوجوه البارزة من الحراكة الشعبية تحدث عن مرحلة الانتقالية يجري تخوينهم وسجنهم ودائما ما كانش مرحلة الانتقالية بعد 12-12 انتهت فكرة المرحلة الانتقالية الجزائر لديها رئيس منتخب بدأ بالدستور وبعد ذلك يروح للمؤسسات يجي رئيس فرنسا ويقول مرحلة الانتقالية ولا مسؤول جزائري حتى الاعلام حتى الاعلام الرسمي ولا الاعلام الخاص ولا الاعلام خارج عن القانون كما يطلق عليه وزير الاعلام ما تحدثش اصلا ولا رد ولا جابوا مثقفين ومفكرين وكذا كذا يردوا على الرئيس الفرنسي ولا احد غلقوا واذا هناك مرحلة الانتقالية كيف ستكون هذه المرحلة الانتقالية اكيد مرتبطة بالوضع الصحي للرئيس لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله